هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردي جردي مش انتوز اللهب طبعا في هذا المقطع رح علمكم كيف تربون اطول لحية في اللعبة او اكبر لحية في اللعبة وايضا في هذا المقطع رح نشرح قوائم محل الحلاقة او الباربرشوب بكل سهولة وبكل بساطة خلونا نتكلم شوي عن اللحية صراحة اللحية او الشنب او الدقن واحد من افضل الاشياء اللي اضافوها صراحة الروكستار انها تطول وانها تقلة وانك تقدر تحلقها هذا واحد من افضل الاشياء صراحة اللي اضافوها من وجهة نظري انا واتمنى اتمنى من اعماق قلبي انهم يحطون هذا الشيء في اللعبة بحيث انه والله لحية تكترى تطول اذا ما حلقتها رح تطول بشكل كبير يعني يحطون هذه التفاصيل الحلوة في اللعبة اتمنى منهم انهم يضيفون اللحية او الدقن والشنب في اللعبة طيب خلونا نتكلم شوي عن الباربرشوب او محل الحلاقة طيب خلونا نشرح القوائم لمحل الحلاقة بشكل سريع لما تجيز على الكرشي رح يجيك اللي هو خيارين اللي هو هير والخيار الثاني الخيار الاول رح يكون شعر راسك والخيار الثاني رح يكون شعر دقنة لما تختار شعر راسك رح يكون فيه خيارين الخيار الاول رح يكون عشان تقلل شعر راسك يعني تخفيف يعني تخلي شوية شعر تخليه مرة صلعة تخليه شعر لكنه جزيادة يعني تخفيف الخيار الثاني راح يكون خيار ستايلز او خيار القصات يعني تخليه شعره طويل ولا شعره مايل ولا شعره على اليمين ولا شعره على اليسار ولا شعره على الورى يعني قصات الخيار الثاني راح يكون خيار قصات او خيار الستايلز وايضا راح تضغط اللي هو سام يمين سام يمين عشان تقلل من كثافة الشعر يا تبا مثلا اقل من كذا واطول من كذا راح تضغط سام يمين عشان تقلل الطول زي ما تشوفون في الگيم بلاي انت متشوفون انا شعري سبعة من سبعة انت تقدر تقلله بالنسبة لخيار الثاني راح يكون خيار شعر الدقن وزي كذا اول خيار او خيار الترم راح يكون عشان التخفيف اول خيار من هنا الهو الالفاشل هير راح يكون تخفيف بشكل كامل يخفف لك الدقن والشنب والجوانب كلها مع بعض عندك الخيار الثاني راح يكون خيار المستاش هذا عشان تخفف الشنب فقط وعندك اللي هو اتشين اللي هو الدقن شعر الدقن والشوبز او اللي هو الجوانب طبعا عشان انت تربي لحيتك لا تحلقها من بداية اللعبة يعني كلنا نعرف انه عشان تطول لحيتك لا تحلقها او تطول شنبك لا تحلقه وتعال عند محل الباربر وعدل عليه اذا تبتعدل طبعا بالنسبة لهذه الخيارات او الخيار رقم اثنين او الفول ستايلز هذا راح يكون عشان يسوي لك قصة في الشكل كامل كيف يقول قصة المهم انه يضبط لك الدقن واللحية والشنب كلها مع بعض وزي ما قلتلك انت تقدر تتحكم بالطول عن طريق انك ترضى تساميمين ساميمين الساميمين في الخيارات اللي بعدها راح يكون والله اه مثلا يعدلك الشنب الحالو مستاش الحالو يعدلك الشنب الحالو ويعدلك مثلا الدقن لحالو يعدلك الجوانب الحالا يعني انت عندك مجموعة من الخيارات يعني انك تعدل بشكل كامل او انك تعدل كل شيء الحالو يعني ممكن الشعر شعر الرأس تعدله بشكل كامل او انك تسوي له قصات عندك المستاش والدقن والشنب تقدر تعدلها بكامل كلها يعني مع بعض او انك تعدل كل واحد لحالو وايضا تقدر تتحكم بالطول من ناحية انك تضغط ساميمين 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 طبعا خلونا نتكلم شوي عن كيف تطول اللحية وكيف تطول الشنب وكيف تطول الدقن وزي كذا طبعا كل شابتر له طول معين على سبيل المثال مثلا الشابتر الثنين لما تعدي شابتر الثنين راح يكون مثلا الدقن عندك ثلاثة لما توصل شابتر ثلاثة راح يوصل مثلا سبعة لما توصل شابتر اربعة راح يوصل عشرة يعني لكل تشابتر له حد معين يوصل للشعر بعده يوقف ما يطول أيضا في مجموعة من الأشياء تشتريها أو مجموعة من الأدوية راح تطول لك الشعر بشكل أسرع تروح عند اللي هو الجنرال ستور تروح عند اللي هو التونيكس وبعدها راح تروح عند اللي هو الهير تونيكس ما تشوفون في القيم بلاي هذا هو وهذا راح يطول لك الشعر يعني بدل ما يطول الشعر 4% راح يطول 8% زي كذا يدبل لك يعني راح يطول الشعر معاك بشكل أكثر عرفتك كيف؟ فبين فترة وفترة أشرب اللي هو الهير تونيك إذا كنت تبغى شعرك يطول ومن وين تجيب اللي هو الهير تونيكس بكل بساطة راح تضغط اللي هو سهم يمين ضاغط بعدها راح تروح عند اللي هو الكت زي ما تشوفون في القيم بلاي بعدها راح تروح عند اللي هو الهير تونيك هذا وراح تشرب لك واحد بين فترة وفترة تشرب لك واحد وراح تطول معاك اللحية بشكل أسرع تنخيص الهرجة الدقن واللحية وبكل بساطة انه ترى الدقن او اللحية او الشعر شعر الراس يعني تبغاهم يطولون لا تحلقهم وخذ الهو الهير تونيك او الهو الادوية حق الشعر وايضا الشعر يوصل مرحلة معينة في الشابتر المعين وبعدها يوقف الشابتر 2 له حد معين الشابتر 3 له حد معين من الشعر والشابتر 4 له حد معين من الشعر فحاول بقدر الامكان انك اذا تبغى تربي اطول لحية في اللعبة كل اللي عليك انك ما تحلق لحيتك او شعرك او شنبك من بداية اللعبة وراح تيجي معاك اطول دقن و اطول لحية في اللعبة وراح يكون شكلك زي كذا يا رطيف اذا انت شكل زكية تمشي معاك اللحية طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك وسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة السلام عليكم يا اطول لحية اشتركوا في القناة